يحلو شهر رمضان على مدينة القدس بينما تستمر الحرب الإسرائيلية وعلى غزة حرب انعكست على المدينة المقدسة وما كان يتخوف منه الفلسطينيون أمير فرد قيود إسرائيلية على دخولهم للمسجد الأقصى عايشوه في الليلة الأولى من صلاة الترويح الناس بتستنى فيه كل سنة وبتتحضر طبعا بتتفاجأ إنه فيه منع ممنوع بعدين بصيروا حطوا على مزاجهم بالسن ستين الستين ما بمركو قلت لك كلهم الستين مرات عن مزاج بمركو طبعا عشان يصوروا ويفرجوا الأعدام قل لك والله هين مركنا بمركو كمجموعة اللي بدهم إياها وبعدها على الواقع ما بمركو تصريحات إسرائيلية يراها المقدسيون تختلفوا عما يدور على أرض الواقع خشية متصاعدة من أن تسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه الشرطة الإسرائيلية منعت مئات الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الترويح كما وزعت العشرات من أوامر الإبعاد على نشطاء وصحفيين منع يتناقض مع ضمانات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي أكد أنه لا يوجد تقييدات على حرية العبادة وسيكون هناك تقييما للوضع الأمني أسبوعيا خلال شهر رمضان ومنح نفسه المسئولية في اتخاذ قرار اقتحام المسجد الأقصى من أول يوم ترويح الجماعة مش مصادين عن النبي مش رحين يجيبوها البر هم اللي بتدعو أنه خفيفة بس الوضع اللي على الأرض غير الكلام اللي هم اللي بيحكوا الوضع الأرض عمانهم بيضغط على العالم بيضغط على الشباب بيضغط على الشباب حججوا مختلفة من قبل الشرطة الإسرائيلية لمنع دخول الوافدين للحرم القدسي ومنها المحافظة على النظام العام حجة تتوائم مع مطالب إتمار بن كفير وزير الأمن القومي الذي طالب بعقد اجتماع إما عن نتنياهو ومسؤولي جهاز الشباك معترضا على موافقة نتنياهو بدخول خمسين إلى ستين ألف مصل معتبرا هذا الكم سيؤثر على سلامة العامة والمحافظة على النظام تشدد أمني ينعكس على الفلسطينيين الذين يستقبلون رمضان وكلهم آمال في انتهاء الحرب على غزة أحلام أثمان المشهد القدس